بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف العاشر درسنا اليوم في مادة الأحياء سوف يكون عن الفيرويدات فيرويد وفيريونات فيرويد الفيرويدات هو أحد أشباه الفيروسات غير محاط بغلاف ويتكون من حمض نووي من نوع RNA فقط ويسبب الأمراض ببعض النباتات إذن هذا المرض يسيب فقط النباتات ولا ينتقل إلى الإنسان والحيوان لغاية الآن بل مكتشف الفيرويدات مكتشفه العالم الأمريكي فيويدور دينار عام 1971 وكانت سبباً لمرض الدرن المغزلي في البطاطا إذن أول مكتشف لهذا المرض هو العالم الأمريكي فيويدور دينار وحدث هذا الاتشاف عام 1971 شاهدوا في نباتات البطاطا كما نراحب في الصورة إذن أعطاها شكل مختلف على الشكل الطبيعي قد تصيب هذه الفيرويدات بعض أنواع المحاصيل الزراعية إذن ليس فقط البطاطا قد تصيب محاصيل أخرى مثل عن الحمضيات البندورة الخيار والتفاح كيف تصيب الفيرويدات النباتات تصيبها من خلال توجيه الخلية إلى إنتاج مزيد من الفيرويدات مستعملة أنزيمات الخلية إذن هي كجزيمات ليس لديها أي إمكانية لكي تتكاثر وتنمون لكنها تستخدم أنزيمات الخلية وعضيات الخلية لكي تكاثر نفسها من الفيرويدات ما هو مقدار خطورة الإصابة؟ تتفاوت درجة خطورة الإصابة تبعاً لنوع الفيرويد إذن حسب نوع الفيرويد تكون الإصابة في النبات مثال على ذلك كيف أثرت الفيرويدات في محصول جوز الهند في شرق آسيا إذن سببت هذه الفيرويدات في القضاء على أكثر من 20 مليون شجر الجوز هند سببت في القضاء على أكثر من 20 مليون شجر جوز هند في جنوب شرق آسيا نأتي الآن إلى أثر الفيرويدات على النباتات كيف تؤثر هذه الفيرويدات؟ إما أن تسبب نخراً في الأوراق أو في قصر السيقان أو تسبب تشقف باللحاء أو تعمل على تأخر نمو البراعم والأزهار ونضج الثمار لكن هناك قلة من الفيرويدات تحدث أعراضاً خفيفة أو لا تظهر أعراضاً أبداً إذن قد تسبب أعراض خطيرة أو قد إنها تعمل أعراض خفيفة لا تظهر على النبات نأتي الآن إلى جسيم آخر يدعى البريونات البريونات ما هي؟ هي بروتينات معدية تسبب أمراض مختلفة تصيب الجهاز العصبي المركزي لبعض أنواع الحيوانات إذن هي ليست الأدبيراتية أو كائن حيية عبارة فقط عن بروتينات بروتينات تسبب الأمراض العصبية أو تسبب مرض الجهاز العصبي لبعض أنواع الحيوانات مثال على هذه الأمراض التي تسببها البريونات لدينا مرض جنون البقر الذي يصيب الأبقار والمواشي وأيضا مرض أداء العصبي في الخراف والهزال المزمن في الغزلان والأيائل إذن ممكن يصيب أنواع مختلفة من الحيوانات إذن تصيب هذه البريونات الأبقار والمواشي وممكن تصيب الخراف أو الغزلان والأيائل نأتي الآن إلى مرض جنون البقر ما هو مرض جنون البقر؟ هذا المرض يصيب الأبقار والمواشي إذن يصيب هذا المرض الأبقار والمواشي هو مرض قاتل غير قابل للعلاج إذن ليس له علاج ونهاية هذا المرض هو الموت أين يصيب هذا المرض؟ يصيب الجهاز العصب المركزي وهو الدماغ إذن يصيب الجهاز العصب المركزي الدماغ ويسبب تلفي أجزاء من المخ ويصبح إسفنج القوام يؤدي ذلك إلى تغير سلوك الحيوانات ويسبب الموت في النهاية إذن يؤدي إلى تغير سلوكها وفي النهاية يؤدي إلى موت الحيوان لدينا سؤال علل تظخر في أدمغة الحيوانات المصابة بأمراض سببها البريوناتة وتجاويف صغيرة متعددة إذن عندما شرحوا أدمغة هذه الحيوانات المصابة يوجدوا أن في أدمغة تجاويف ما سبب وجود هذه التجاويف؟ سببها موت الخلايا العصبية مما يمنح الدماغ مظهرا إسفنجيا هذا المرض الذي يسمى جنون البقر عندما يصيب الإنسان يدعى بمرض كروتسفيل جاكوب إذن عندما يصيب الإنسان يسمى هذا المرض كروتسفيل جاكوب كروتسفيل جاكوب تسبب البريونات باعتلالات في دماغ الإنسان مسبب مرض كروتسفيل جاكوب إذن إذا صابت هذه البريونات دمع الإنسان فيسمى هذا المرض كروتزفيد جيكوب ما اسم العالم الذي فسر آلية عمل هذه البريونات يدعى العالم الأمريكي بروزيناد إذن العالم الأمريكي بروزيناد هو من فسر عمل هذه البروتينات وقد أعطي جائزة نوبل بسبب هذا الإنجاز وهو تفسير عمل بريونات المسببين لمرض كروتزفيد جيكوب كيف فسر العالم الأمريكي ببروزينار آلية عمل البروريونات إذن البروريونات هي بروتينات طبيعية التفت بصورة مغلوطة فتحولت إلى بروتينات معدية إذن هي في البداية كانت طبيعية لكنها حدث عليها تغيير فتحولت إلى بروتينات ممرضة وليست ممرضة فقط ولكنها ممرضة ومعدية إذن ممكن أن تسبب المرض أو تعدي بروتينات سليمة أخرى وتسبب لها أن تغير في شكلها فتكون ممرضة فتحول البروتين الطبيعي إلى بريون فتتجمع هذه البروريونات وتؤثر سلبا في العمليات الحيوية داخل الخلية مسبب ظهور أعراض المرض إذن البروريون هذا الممرض يقترب من بروتين طبيعي فيحوله أيضا إلى بروتين غير طبيعي أو بنسميه بريون وهذه البروريونات عندما تتجمع في الدماغ تسبب عندنا أمراض مختلفة تسبب أمراض مختلفة وأعراض مختلفة منها تبدأ بالاكتئاب ثم بعد ذلك تتطور إلى عدم السيطرة على الجهاز العصبي عند الشخص عدم السيطرة على حركاته ينسيان يصبح الشخص ينسى ثم يتطور إلى أن يحدث فشل في الجهاز التنفسي أو فشل في القلب أو أي عضو أو أي جهاز من أجلس الجسم مما يؤدي إلى وفاة الشخص بالنهاية كيف تنتقل البريونات؟ تنتقل البريونات من حيوان إلى آخر عن طريق الأعلاف التي تخلط بلحوم حيوانات قد تكون مصابة ثم تقدم للحيوانات أكلة الأعشاب نحن نعلم أن حيوانات أكلة الأعشاب المفروض أن تأكل أعشاب لكن بعض المزارع لكي تعمل على تسمين هذه الحيوانات سريعا تعمل على خلط الأعشاب أو الأعلاف بلحوم حيوانات مصابة عندها ينتقل هذا البريون من لحم الحيوان المصاب إلى الحيوان السليم فيصبح هو الآخر مصابا طيب كيف تنتقل من حيوانات البشر؟ تنتقل بعد تناولهم لحوم حيوانات مصابة ونلاحظ أن طهي اللحوم لا يؤثر على هذه البريونات إذن لا يقضي عليها الطهي الجيد لهذه اللحوم لا يقضي على هذه البريونات هل يوجد علاج لأمرض التي يسببها؟ هل يوجد علاج لهذا المرض؟ الجواب لا لغاية الآن لم يجدوا أي علاج لهذا المرض كم مدة حضانة هذا المرض؟ مدة حضانته طويلة قد تصل إلى عشر سنوات مما يجعل تتبع بصادرها الرئيسية أمرا صعبا إذن ممكن أن يدخل هذا البريونات إلى جسم الحيوان أو جسم الإنسان وبعد عشر سنوات تبدأ تظهر عليه الأعراض إذن ليس مجرد دخول هذا البريونات إلى الأعراض؟ لا إذن الأعراض تستمر تقريبا تبقى مع الشخص يعني هذا المرض عشر سنوات إلى أن يظهر بعد ذلك أعراض إصابته بالمرض لذلك من الصعب الكشف على مصدر هذا المرض أو من أين أتته العدوى وهكذا ينتهي درسنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته